شكراً جزيلاً لكم وشكراً جزيلاً للحضور الكريم سأركز مداخلتي في خمسة نقاط النقطة الأولى هي السياق الإجمالي للعدوان الصهيوني على المسجد الأقصى صعود التيار الصهيوني الذي أوضحه الأساس صالح النعامي أدى إلى تغيير في طبيعة هذا الكيان من كونه وطن قومي لليهود بطبيعة علمانية إلى كونه وطن قومي لليهود بطبيعتهم كشعب وكديانة أيضاً وبالتالي أصبح معنياً بالمقولات الدينية هذا غير في طبيعته الاستعمارية أضاف إليها بعداً إحلالياً هو الإحلال الديني إلى جانب الإحلال على مستوى الأرض والجغرافيا والسكان والإحلال الديني أصبح المسجد الأقصى هو مركز الأساسي مع وجود مراكز أخرى مقصود به هو إزالة مقدسات إسلامية من الوجود وتأسيس مقدسات يهودية في مكانها الإحلال الديني في المسجد الأقصى بعيد المنال جرى اتخاذ استراتيجية تدريجية للوصول إليه هذه الاستراتيجية منطقها الأساس هو نقل المسجد الأقصى من كونه مقدس إسلامي خالص إلى كونه مقدس مشترك بين المسلمين واليهود تمهيدا لتحويله إلى مقدس يهودي خالص لا يوجد فيه أي وجود إسلامي على مدى الزمن هذا أدى أيضا إلى ثلاثة تجليات لهذه الاستراتيجية التدريجية التجلي الأول كان التقسيم الزماني ووضع كهدف أساسي ما بين سنوات 2003 و2017 ثم التقسيم المكاني ووضع في خانة التطبيق ومحاولة التطبيق ما بين 2013 و2019 وقوف التقسيم الزماني عند نقطة محددة والعجز عن تطبيق التقسيم المكاني أدى إلى تكيف جديد لجماعات الهيكل المتطرفة باتخاذ فكرة التأسيس المعنوي للهيكل عبر تأسيس كامل التقوس التوراتية في المسجد الأقصى للقول بأنه الهيكل المزعوب وهذا كان له مسارين نقل جميع التقوس إلى داخل الأقصى وثانيا إعادة تأسيس التقوس التي تزعم التوراة أنها كانت قائمة في الهيكل للقول بأن المسجد الأقصى هو الهيكل هنا يأتي موضوع القربان القربان يحاول إعادة إحياء طقس ترى جماعات الهيكل أنه كان يختص بالهيكل تحديدا وإحيائه في الأقصى يشكل ذروة العبادة اليهودية ويكمل هذه الاستراتيجية التي هي التأسيس المعنوي للهيكل بمعنى أن تقديم القربان في الأقصى يعني أن دورة العبادة داخل الهيكل قد اكتملت وبالتالي هذا يزيد المؤيدين ويزيد من زخمهم ويضع فكرة أو حقيقة العبادات اليهودية في المسجد الأقصى كحقيقة أساسية في مواجهة وفي موازات العبادات الإسلامية الموضوع الثاني السياق الأقرب للأحداث وهو استهداف المسجد الأقصى في رمضان على مدى السنوات الخمس الماضية وهو ناتج عن تقاطع بين الأعياد القومية والدينية اليهودية والصهيونية وبين شهر رمضان المبارك من 2019 إلى 2021 كانت ذكرى احتلال القدس بكامل مساحتها أي ما يسمى بذكرى توحيد القدس تتقاطع مع الثامن والعشرين من رمضان وهذا أدى إلى مواجهة في النهاية هذا التكرر في 2019 و2021 وكان بالتالي أدى إلى مواجهة عام 2021 معركة سيك القدس ثم من 2022 و2023 أصبح عيد الفصح التوراتي بأيامه السبعة يتقاطع مع الأسبوع الثالث من رمضان وهذا وضع المنطقة على حفقة الحرب في السنة الماضية وأدى عمليا إلى تصعيد متعدد الجبهات في السنة الحالية الاحتلال استخدم هذا التقاطع للقول بأنه لا يوجد أولوية للزمان الإسلامي المقدس على الزمان اليهودي المقدس أو القوم الصهيوني أيضا يعني كان فيه تداخل بين الاثنين 28 رمضان كانت مناسبة قومية وليس الدينية اليوم نحن أمام مناسبة دينية وبالتالي كان هناك محاولة للقول أنه الزمان الإسلامي لا يعلو في الاعتبار على الزمان اليهودي وهذا ما حصل أيضا في اقتحام الأضحى في 11-8 2019 وللقول لمحاولة وبذات هذه السنة محاولة إعادة تعريف المسجد الأقصى بشكل نهائي باعتباره مقدس مشترك وأن شرطة الاحتلال هي من تديره باعتباره مقدس مشترك وليست الأوقاف الإسلامية الأوقاف الإسلامية بالتالي يجري إزاحتها لتصبح تدير الحضور الإسلامي في المسجد الأقصى ولا تدير المسجد الأقصى كحيظ مقدس لآن هذا يأخذنا ثالثا إلى العنوان الثالث وهو معركة الاعتكار على مدى هذه التجارب منذ 2013 حتى اليوم وتحديدا في السنوات الخمسة الماضية كان الاحتلال يطور أدواته لكشف الغطاء البشري عن المسجد وأصبح يغلق البلدة القديمة في صلاة الفجر يحدد الدخول بحيث يضمن أنه عندما تأتي الاقتحامات لا يوجد أكثر من خمسين ولا مئة شخص في المسجد الأقصى كان رد الفعل من المرابطين أنهم أصبحوا يلجأون للاعتكار باعتباره يحصل بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء والترويح ذات الحضور الكثيف وبالتالي يستطيعون البقاء في المسجد بما يؤمن له غطاء بشريا حتى الفجر الاحتلال هذه السنة طبعا هذا حول الاعتكاف إلى عنوان مركزي للمواجهة في 2019 ثم تصاعد أكثر في 2021 ثم تصاعد أكثر في 2022 هذه السنة كان واضح جدا أنه هناك إرادة للاحتلال بمنع الاعتكاف بأي شكل من الأشكال الآن هناك عنصر ثالث دخل على خط معركة الاعتكاف بين الاحتلال والمرابطين وهو تمكن الاحتلال من جر الأوقاف لكي تمنح غطاء لهذا الموقف بحيث يبدو وكأنه سلوك إداري من الإدارة الإسلامية للمسجد وليست مسألة صراع إرادات بمعنى كسر حدية هذا الصراع في الإرادات من خلال إضفاء مشروعية عليه من جهة إسلامية وبالذات من الجهة التي تدير المسجد الأقصى وصدرت قرارات متتالية تقول بأن الاعتكاف يحدد بالعشر الأواخر وهذا يعني أنه سيتم الاعتكاف فقط بعد انقضاء كامل أيام عيد الفصح التوراتي سيكون هناك تقاطع في يوم واحد فقط وهو اليوم الأخير وهذا أيضا أدى إلى تجاوز قرارات الأوقاف من طرف المعتكفين ووضعها تحت ضغط شعبي عربي وإسلامي وبالتالي أدى إلى تراجع مجلس الأوقاف عن قراره وإعلانه فتح المسجد الأقصى أمام المعتكفين في جميع الليالي وإن كان هذا على مستوى الإعلان وليس على مستوى التطبيق وهذا التفصيل يطول ما يعنينا الآن هذا أدى إلى أن يدخل الاحتلال بكامل قوته ليفرض إرادته أنه هو من يقرر من يصلي ومتى وهو من يريد أن يؤمن دخول شرطة الاحتلال دخول المقتحمين ما يسميها بالزيارات وأفصح عن ذلك في بيانين متتاليين أن هؤلاء تحصنوا في المسجد في وقت غير مسموح لهم بالتواجد فيه وبالتالي الشرطة الإسرائيلية قامت بدورها لفرض النظام معنى أنها هي من تفرض هذا التقسيم وبالتالي عملت عليه هذا أدى إلى كما شاهدنا جميعا فتح جبهة أولا إلى إصرار المعتكفين وتوفدهم وزيادة عددهم مع الوقت وكلما ازداد المنع ثانيا أدى إلى فتح جبهة قطاع غزة ثم جنوب لبنان ثم الجولان ثم العمليات التي حصلت في الضفة الغربية وإلى مظاهرات حصلت في دول في غالبها تتجه إلى التطبيع مثل الأردن والمغرب والبحرين وتركيا وإضافة إلى تحات أخرى أبرز النتائج ثم التوقعات التي انبنت على ذلك أولا أعادت المعركة تكريس معركة الاعتكاف أعادت تكريس مركزية المسجد الأقصى من حيث أرادت إلغاءها وأثبتت أنه لا يمكن الاستفراد بالمسجد الأقصى من الناحية العملية وأنه نظرية جماعات الهيكل واليمين الصهيوني أنه هناك مبالغة في رد الفعل الإسلامي الممكن ثبت إنها غير صحيحة وأن رد الفعل الإسلامي الممكن قائم وموجود وقادر على الردع والتدخل ثانيا ما كانت المقاومة في قطاع غزة إعادة تكريس معادلة سيف القدس التي أنشأتها في 2021 وفي ظرف مواتلها ولا شك أن هذه المعادلة لا يمكن أن تكون أوتوماتيكية وتحصل دائما وتحتاج إلى أن تعزز في الأوقات المناسبة للمقاومة بسبب اختلال موازين القوى وهذه كانت واحدة من هذه المناسبات البعد الإسلامي الجامع لقضية المسجد الأقصى هو الذي سمح بتجلية قرار فتح جبهة جنوب لبنان والإفصاح عنه وكذلك سمح أيضا بفتح جبهة الجولان التي كان يجري منذ عشر سنوات الحديث عن أنها تجرع بالصواريخ ويمكن أن تفتح في أي لحظة كل الاعتداءات التي قام بها الاحتلال على سوريا لم تفتح هذه الجبهة لكن عدوان على المسجد الأقصى كان مواتية أكثر لفتح هذه الجبهة باعتبارها كانت ضمن جبهات سادسا خامسا كرس دور المقاومة في الضفة الغربية باعتبارها جزء من معادلة الردع حتى وإن كانت بعمليات ذات دافع فردي إلى أن الاحتلال لا يستطيع إلغاءها من اعتباره ومنعت الاحتلال في النهاية من تحقيق أهداف إغلاق المسجد أمام الاعتكاف منها إخلاء المسجد للإقتحامات وتمكين المفتحمين منها محاولة تقديم القرابين منها الاقتحام في جميع الأيام لأنه يضطر أن يلتزموا وأن يمنع الاقتحام في الأيام الأخيرة وهذا موضوع كان أثاره بين كثير قبل رمضان والتالي كان هناك تراجعات حقيقية يمكن رصدها أنا عندي توقعات وتوصيات أولا توقعات الصراع على هوية المسجد الأقصى سيستمر بالتصاعد باعتباره أصبح مسألة مركزية في النظام السياسي الصهيوني تهويد المسجد الأقصى أصبح أحد الأهداف المركزية المحطات الأقرب المتوقعة هي يوم 19.05 المقبل في السنة هذه و27.07 التي ستشهد توترات قريبة من التوتر الحالي في الغالب ثانيا أن تجدد هذه المعركة سيفتح نافذة الفرص أمام المقاومة في جميع الساحات وإن كانت هذه الفرص سترتفع أو تتراجع انطلاقا من بعض التوازنات ولن تكون ثابتة بهذا الشكل بالضرورة الاحتلال غير مرتاح لمعادلة وحدة الساحات والمؤكد أنه سيحاول إعادة الكرع في ساحات منفردة بشكل يمكن من فصم هذه المعادلة والعدوان على المسجد الأقصى في ظروف غير مؤتنة للمقاومة ليقول بأن هذه المعادلة غير قائمة وغير موجودة لجوء الصهيونية الدينية من المحتمل الآن بعد فشلها في توظيف الحكومة بهذه الطريقة لتحقيق أهدافها أن تعود للسلوك العصابي الميليشيوي الذي كانت تسلكه تجاه المسجد الأقصى بتشكيل مجموعات تهاجم المسجد وتهاجم المرابطين استمرار انجرار الأوقاف إلى موقع التقديم الالتزامات الأمنية وهو اتجاه نشأ في 2015 مع انتفاضة السكاكين وآخر بالتزايد وهذا يتطلب أن يوضع تحت مجهر العلاج لأنه علاجه ممكن وبالتالي التوصيات أولا تعزيز مركزية القدس في الخطاب وفي التخطيق خصوصا وأن موضوع المسجد الأقصى كان سبب الانفجارات جميعا التي حصلت منذ عام 1996 ومع ذلك يجري تهميشه وإهماله في كثير من المفاصل ثانيا تعزيز التعبئة الإسلامية تجاه المسجد الأقصى بحيث يصبح لدى الاحتلال ثمن أكبر يخشاه ليس فقط في الدول العربية وليس فقط في البعد الفلسطيني ولابد هنا من استحضار أكبر لدور العلماء وشهدنا كيف كان لنداء العلماء في هذه السنة أثر كبير في تغيير ردود الفعل تعزيز دور المسجد الأقصى كعنوان لتجاوز جدران الدم التي نشأت في المنطقة وبالتالي يسمح بالعودة إلى مصالحات على أساس قابل للتحقق على أساس وحدوي سواء في جميع الساحات التي حصلت في هذه الجدران تعزيز الاستثمار اصرار المرابطين على الاعتكاف ولم يحصل ذلك لما فتحت المعركة ولتمكن الاحتلال من تحقيق ما يريد لابد من إدراك أولوية ومركزية هذا الفعل الشعبي ومنع الاستفراد به لأن الاحتلال دائما ما يضع نتائج لكل حدث ويحاول أن يستفيد منها عموما معركة الأقصى قابلة للنجاح وبالتالي لابد نحن اليوم مقبلين على خوض معركة تفتح الآفاق وليس مجرد معركة منع حسم بل هي تستطيع أن تنقلنا من منع الحسم نحو المبادرة وفرض التراجعات على الاحتلال وهذا قد ثبت مرتين في تجربة 2021 و2023 في المداخلة استدراك على قضية ربما فاتني أن أذكرها في المداخلة الأولى وهو أننا كلما حصرنا الدفاع عن المسجد الأقصى في ساحة المسجد الأقصى كلما مننا إلى خسارة المعركة وكلما وسعنا ساحة الدفاع عن المسجد الأقصى إلى ساحات أوسع وأكبر كلما أصبحت هذه المعركة واعدة وبإمكانها أن تنتقل إلى فرط الرجوعات على الصهاينة تالي اليوم طرح فكرة جلب العالم العربي والإسلامي إلى ساحة المسجد الأقصى يدخل تحت إدارة صغير مساحة المواجهة وهو ما لا يخدمنا في هذا الصراع حتى وإن وضعنا فكرة التطبيع جانبا وهي فكرة أساسية ومهمة ويجب أن لا نتجاوزها بهذه البساطة لكن المطلوب هو وتفعيل الساحات الشعبية العربية والإسلامية في موضعها أن يكون هناك في مظاهرات وتحركات عربية وإسلامية تشعر باحتلال أن الثمن لا يقتصر على فلسطين التاريخية ولا يقتصر على ساحة المسجد الأقصى ولا على القدس الأمر